ترأس مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وبدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة نعم مريم واختار المجلس بالرسائل الواردة من مجلس النواب بخصوص من تهى إليه المجلس حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية أعمالها لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ للأغراض السلمية كما اختر المجلس بحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى وبعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء وملاحظاتهم قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء ما دار بشأنه من ملاحظات وآراء وآراء